بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم المرة دي عن القوة وإزاي نقدر نجيب محصلة قوتين أو أكتر من قوة وإزاي نقدر نحل القوة إلى مركبتين هنبتدي بطريقة إيجاد محصلة قوتين لو تخيلنا مثلا أن إحنا عندنا القوتين دول وعايزين نجيب المحصلة بتاعتهم لو نفتكر من الدرس اللي فات كنا بنستخدم قاعدة متوازي الأضلاع كنا بنرسل متوازي أضلاع بالشكل ده وبتكون المحصلة بالشكل ده باستخدام الطريقة دي قدرنا نجيب المحصلة عن طريق الرسم طب إزاي نقدر نجيب قيمة المحصلة اللي طلعة دي لو تخيلنا مثلا أن إحنا عندنا القوة الأولانية بتساوي 30 والقوة الثانية بتساوي 40 إزاي نقدر نجيب قيمة المحصلة وإزاي نقدر نجيب اتجاهها علشان نقدر نحل المسائل اللي بالشكل ده عن طريق الرسم لازم نرسم المسألة باستخدام مقياس فلو مثلا تخيلنا أن القوة واحد دي 30 نيوتن هنرسم المتجه بتاعها باستخدام مقياس رسم مثلا أن كل سنتي بيساوي 10 نيوتن فيبقى مثلا بالشكل ده ده سنتي وكده 2 سنتي وكده 3 سنتي وبالنسبة للقوة التانية هنقول أن كل 10 نيوتن بيساوي على مقياس الرسم 1 سنتي فهنرسمها 4 سنتي بالشكل ده فالقوة اللي تحت مرسومة 3 سنتي والقوة اللي فوق مرسومة 4 سنتي هنقيس بقى المحصلة بتاعتهم كام سنتي فلنا نتخيل مثلا هنفترض أن هي تطلع 7 سنتي فاحنا هندرب السبعة في مقياس الرسم بتاعنا اللي هو 10 فمحصلة هتطلع 70 نيوتن ودي طريقة إزاي نقدر نجيب محصلة قواتين باستخدام الرسم طيب إحنا عندنا طريقة تانية نقدر نجيب بها محصلة قواتين الطريقة دي بتقول لو إحنا تخيلنا أن الزاوية دي هي والزاوية دي كلها هي ودي القوة الأولانية ودي القوة التانية باستخدام القاعدة دي هنقدر نجيب محصلة القواتين دول القاعدة بتقول إن المحصلة هتساوي تحت الجزر قاف واحد تربيع زائد قاف اثنين تربيع زائد اثنين قاف واحد قاف اثنين جتاية إيه دي اللي هي الزاوية اللي ما بين القوتين وعن طريق استخدام القانون ده هنقدر نغيب من قياس أو قيمة المحصلة طيب لو إحنا عايزين نعرف بقى اتجاه المحصلة يعني عايزين نعين الزاوية هي باستخدام القانون الثاني هنقدر نحدد الزاوية والقانون بيقول إن زاهه بيساوي قاف اثنين جاية على قاف واحد زائد قاف اثنين جتاية طيب إحنا عرفنا إزاي نقدر نجيب محصلة قوتين طيب لو إحنا عندنا قوة ومحتاجين نحللها المركبتين يعني عكس العملية طيب لو إحنا مثلا عندنا المحصلة بالشكل ده أو القوة بالشكل ده وإحنا عايزين نجيب المركبتين بتاقها ومعانا الزاوية ما بين المحصلة وكل قوة يعني مثلا عارفين الزاوية دي والزاوية دي إن دي هيه واحد ودي هيه اثنين هيه واحد دي هي الزاوية ما بين القوة والمركبة واحد وهي اثنين هي الزاوية ما بين القوة والمركبة اثنين لو احنا عارفين متجهة القوة والزاوية ما بين القوة وكل مركبة نقدر نجيب المركبتين عن طريق الرسم نستخدم برضو قاعدة متوازي الأضلع ان احنا هنرسم بالشكل ده والشكل ده وهنرسم القوة الأولانية بالشكل ده والقوة التانية بالشكل ده اللي عملناه هو ان احنا استعملنا قاعدة متوازي الأضلع بشكل معكوس كنا بنستخدم قاعد المتوازي الأضلاع دي عشان نجيب محصلة قوتين دلوقتي إحنا استخدمناها عشان نجيب المركبتين بتوع قوة واحدة طيب لو إحنا عايزين نجيب القوتين دول أو المركبتين دول بشكل تحليلي القانون الأولاني ده هيساعدنا أن نجيب القوة الأول قانون بيقول إيه؟ قانون بيقول النقاف واحد بتساوي اللي هي قيمة المحصلة جاه هيه اتنين اللي هي الزاوية دي على جاه هيه واحد زائد هيه تنين اللي هي مجموعة الزاوية دي وبالشكل ده نقدر نجيب قيمة القوة الأولى أو المركبة الأولى وباستخدام نفس القانون برضو نقدر نجيب القوة الثانية أو المركبة الثانية اللي هي بتساوي اللي هي قيمة المحصلة جاه هيه واحد على جاه هيه واحد زائد هيه تنين لو ناخد بالنا عشان نجيب قيمة القوة الأولى استعملنا الزاوية اللي تحت القوة الثانية وعشان نجي بقيمة القوة التانية استعملنا الزاوية اللي عند القوة الاولى طيب لو احنا عندنا قوة وعايزين نحللهم في الزكاهين متعمدين لو عندنا القوة بالشكل ده ودي الاتجاهات المتعمدة بتاعتنا وعندنا دي الزاوية هاي باستخدام القانون ده هنقدر نحلل القوة دي في الزكاهين متعمدين القانون بيقول ان قاف واحد بتساوي حا جاتا هي طيب فين قاف واحد دي هتكون انهي اللي على المحور ده ولا على المحور ده طالما قولنا جاتا يبقى القوة هتطلع بالشكل ده اللي هي هتطلع القوة اللي اقرب من الزاوية طيب قاف اتنين بتساوي حا جاه طالما جاه يبقى القوة للناحية التانية من الزاوية بالشكل ده وكده احنا عرفنا ازاي نقدر نحل القوة في التجاهين المتعامدين طيب لو احنا عندنا كزا قوة ومحتاجين عايزين نجيب المحصلة بتاعتهم بنعمل ايه? لو عندنا دي القوة الاولى ودي القوة التانية ودي القوة التالتة ودي المحاور المتعامدة بتاعتهم علشان نجيب المحصلة بتاعتهم هنجيب المركبتين بتاع كل قوة على المحاور يعني هنعمل كده وكده نقوم نعرف سين وصاد بتاع القوة دي وكده وكده طالما عرفنا سين وصاد بتاع كل قوة هنقدر نجمع نجيب المحصلة بتاعتهم زي ما شفنا في شرح الدرس اللي فات ان احنا بنقول ان احنا لو عندنا القوة الاولانية طلعت ان سين بتاعتها بتساوي سين واحد وصاد بتساوي صاد واحد والقوة التانية سين بتاعتها بسين اتنين وصاد بصاد اتنين والقوة التالتة سين تلاتة وصاد تلاتة المحصلة هتطلع ان اتجاهها على محور سين بيساوي سين واحد زائد سين اتنين زائد سين تلاتة ونفس الحكاية على محور صوت يبقى احنا كده عرفنا المحصلة اللي هتطلع دي احداثياتها ايه على محور سين واحداثياتها ايه على محور صوت وباستخدام القانون ده هنقدر نجيب قيمتها واتجاهها القانون بيقول ان المحصلة بتساوي تحت الجزء سين تربية زائد صوت تربية سين تربيع اللي هي احداثيات المحصلة على محور سين وساط تربية هي احداثيات المحصلة على محور صوت وعلشان نقدر نجيب الزاوية هي اللي هي بالشكل ده هيبقى يساوي احداثيات على محور صوت على الاحداثيات على محور صوت ياريت القوانين دي كلها تكتب كل قانون على جنب والمعنوان اللي كان تحتيه القانون ده بحيث ان انت لما تيجي تحل المسائل تبقى عارف بالزبط انت هتستعمل انهي قانون. وتشوف المعطيات اللي اصادك هتقدر تستخدمها. ان انت تحل بيها بشكل تحليلي باستخدام القوانين دي ولا بشكل هندسي باستخدام الرسم. دلوقتي هنشوف مع بعض مسألة ونحاول نحلها. المسألة بتقول ان في عندنا تلات قوة. مقادرها واحد واثنين وتلاتة نيوتن. والقوة دي بتأثر في نقطة واحدة. وقال لنا الاتجاهات بتاع القوة دي عاملة ازاي? والزاوية ما بين كل قوة والتانية. تعالوا نرسم التلات قوة. هو قال لنا هنا ان الزاوية الف ميم بيه. اللي هي الزاوية اللي ما بين اللي هي الزاوية اللي ما بين المتجه ميم الف والمتجه بيه بتساوي ستين. ادي ميم الف. وادي ميم بيه. والزاوية دي هتساوي ستين. والزاوية اللي ما بين ميم الف وميم جيم بتساوي تسعين. فاي دي الزاوية اللي ما بيه مين الف فدي الف ودي بيه ودي نجيل والزاوية دي ستين والزاوية دي كلها مع بعض تسعين المسألة دي نقدر نحلها بكذا طريقة الطريقة الاولانية ان احنا نرسم المسألة دي بمقياس ونستعمل قانون متوازي الاضلاء ان احنا نحلل القوة دي يعني مثلا هنروح عاملين بالشكل ده والشكل ده احنا جبنا محصلة القواتين دول اللي هكون بالشكل ده والنسبة للقواتين التانين هنرسم بالشكل ده وبالشكل ده وهكون المحصلة النهائية بتاعة مجموعة تلت قوة بالشكل ده طبعا لو احنا اخدين مقيس رسم هنقيس بس المحصلة الاخرانية دي وهنضربها في المقياس بتاعنا وهنعرف قيمتها وهي موجودة على الرسم فهنعف اتجاه ان احنا هنقيس الزاوية اللي ما بينها وما بين القوة الف دي كان الطريقة الطريقة التانية ان احنا نستعمل القاعدة دي فان احنا نقدر نجيب المحصلة بتاعة التلات قوة القاعدة دي بتقول ان المحصلة بتاعة اي قوتين بتساوي قاف واحد تربيع زايد قاف اتنين تربيع زايد اتنين قاف واحد قاف اتنين جتايه كله تحت الجزء فإحنا معنا قاف 1 اللي هي بتساوي 1 وقاف 2 بتساوي 2 نيوتن زاد 2 قاف 1 قاف 2 جاتا ي وي هي الزاوية اللي ما بين القوتين اللي هي عندنا 60 فبكده إحنا قدرنا نجيب المحصلة ما بين القوة الأولى والقوة الثانية وباستخدام نفس القانون هناخد المحصلة اللي طلعت في الآخر ونجمعها بنفس الشكل ده على القوة دي عشان نقدر نجيب المحصلة النهائية بتاعته وطبعا عشان نعرف الزاوية هنستعمل القانون ده اللي هو بيقول لنا لو احنا نطبع على الحالة اللي احنا لو بنجمع القوة الأولى والقوة الثانية ان قاف 2 جاي على قاف 1 زاد قاف 2 جاتا ي يبقى احنا كده حلينا مسألة واحدة بطريقتين مختلفتين طيب دلوقتي نحل المسألة دي بطريقة ثالثة ونبقى كده اتأكدنا ان اي مسألة من مسائل القوة نقدر نحلها بكذا طريقة على حسب المعطيات اللي قدامنا دلوقتي الطريقة دي ان احنا هناخد كل قوة من القوة دي ونحللها على المحورسين والمحورسات ونجيب المحصلة بتاعتهم نقطة بتاعتها على احداثياتها على محورسين ومحورسات بكم ونستعمل القانون ده ان احنا نجيب قيمة المحصلة واتجاه المحصلة بالنسبة للنقطة دي هي احداثياتها على محورسين بواحد لان احنا لو تخيلنا ان محورسين ومحورسات ده كل مربع منهم بواحد نيوتن فهيبقى دي واحد واما القوة دي فاحداثيات على محورسين بصفر واحداثيات على محورسات بتلاتة زي ما احنا عارفين قيمتها بتلاتة طيب النقطة دي ازاي نقدر نجيب احداثياتها على محورسين واحداثياتها على محورسات باستخدام القانون التاني ده هنقدر نجيب احداثيات القوة اللي في النص على المحاور احنا عارفين ان القوة اللي في النص دي مقياسها اتنين فاحنا عارفين دلوقتي ان حا دي بتساوي اتنين طيب وعندنا هي دي بتساوي ستين يبقى احنا عارفين هي يبقى احنا معنا حا ومعنا نقدر نجيب جاتا هي هنقدر نعرف المركبة بتاعة القوة اتنين على محورسين بالشكل ده وعلى محورسات احنا معانا برضو الحا ومعانا اللي هي فنقدر نجيب قافة اتنين اللي هي المركبة على محورسات بالشكل ده طيب دلوقتي احنا عارفنا كل قوة فيهم احداثيات على محورسين ومحورسات بتساوي كامل طبعا عشان نجيب المحصلة المحصلة احداثيات على صفر. والمحصلة احداثياتها على محور صادها تساوي صفر زائد اتنين جاستين زائد تلاتة. دلوقتي جيبنا المحصلة. نقدر باستخدام القانون ده ان احنا نجيب قيمة المحصلة دي كام? وباستخدام القانون ده نقدر نجيب الزاوية ما بين المحصلة وما بين المحورسين بتساوي كام? يبقى احنا كده عارفنا كل ما يتعلق بالمتجهات والقوة. في الفيديوهات اللي جاي ان شاء الله هنحل مسائل اكتر ونعرف ازاي نقدر نتعامل مع المتجهات والقوة في المسائل والامتحانات. وشكرا.